يا محسن يا محسن ايه يا هيبة في ايه؟ مش هتنزل تروح للشغل بتاعك النهاردة ولا ايه؟ لا 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 امكسل وتعبان مش قادر اروح في حتة ناخد النهاردة اجازة ايه 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 خليك يا باب عشان نلعب مع بعض شوي بس يا بيت بس يا بيت اسكوت وطلعي بره ايه يا هيبة بتزعيلها كده ليه؟ المشكلة بتقولك سيب بابا يقعد معي عشان تلعب معي ايه المشكلة؟ المشكلة يا خويا المصاريف في البيت سيادتك هتقعد النهاردة وطبعا مفيش فلوس اما انا هنجيب بصاريف بكرة منان يا ست ربنا هيوسعها علينا ان شاء الله في ام ارتاح يوم في البيت مفيش حاجة يا خوي مفيش حاجة بس غالي اني مفيش اكل في البيت بجد يا بابا هتقعد ومش هتنزل النهاردة؟ اه يا حبيبتي خويس قوي عشان نشتقعد معك ونلعب زي زمان اص انت بتجي بالليل خالص يا بابا وانا بكون نايمة ماشي يا حبيبتي هرتاح بس ساعة كده واندي هاليك ونقعد نلعب للصب ماشي يا بابا وانت يا زفت يا جانا مثل انا قلتلك مليون مرة اما اجا اتكلم مع ابوكي ما تدخليش في الكلام انا بس يا ماما كنت بقوله بس لا بس ولا زفت اما اتكلم مع ابوكي ما اعطيش لكلمة تاني يلا غوري من هنا ملقايه في الزفت اللي هيجيلي النهاردة الساعة 9 ده حاجة تقرف باتصل عليه يوه طلفنه مقفول هامل ايه دلوقتي ده زمانه هيجي يخبط علي يا الباب ايه دا الباب يخبط ودي خبطته ياني انت يزفت انا عاملة اتصل عليك عشان قوله تنجيش جوزي موجود ده انت طلفنه مقفول ليه ايه ده مجد يعنى ليلة بزت النهاردة يلا غوري من هنا غور يهبلي ما جوز لي يسحى هيسمعات ؟ رسل انت اللي ححت تلك الذي تحمل لمنى دلوقتي من اللي Eagle Louis انت اللى خocalypse اه precise decide عشان يرميه وانا قلت له معند ناش اه طيب ماشي هو ان ده انا بعمله ده هو يصح كده ده انا لا اهلي ربوني على كده ولا اي حاجة من الحاجات دي ومعين جزء بيحبيني وانا بحبه استغفال الله العزيم يا رب لما الشيطان يوقف كده للواحد لأنا غلطانه لغلطانه ما عدتش عايز اعمل كده تاني خالص تعاني العباء يا جرى مع بعض شوي انا كنت عايز اقولك على حاجة يا بابا قولي يا حبيبة بابا سدقت انا كمان كنت عايز اسألك علي حاجة خلاس اقولي يا بابا قولي انت يا حبيبيب أباели لا يا ببا انا مش اقولي لما انت هتقول اول طيب قالك ايا جانه وفي حد بيجي هنا البيت وانا مش موجود الله انت عرفت السر ده انا كنت هقولهولك سر ايه يا جان قولي كلا يا حيبتي كنت هتقولي ايه بص يا بابا انا هقولك بس ما تقولش ماما عشان هتزعقلي لو عرفت ان انا كنت صحية وسمعته انا يا بابا شفتها مرتين انت بتنزل تروح الشغل وواحد بيجي يقعد معها هنا في البيت يعودوا عالكنبة بره وبعدها يدخلوا قطه النوم مش عارفة هو ده امه بتاع ايه يا بابا متأكدة من اللي انت بتقوليه ده يا جانا ايه يا بابا انا شفته وعرفها عمه ده جيل كذا مرة وانا شفته ماشي يا جانا روح الوقت قطك حيبتبعك انا الوقت هاجيل حاضر يا بابا او يا كلبه يا خينة بقى انت تعملي معايا كده اوه عشان كده عمه هتقوليه يلا اومنزل يلا اومنزل وانا اقول برضو اصلها ايه عايزة تنزلني من البيت بالعافية طبعا لو واجهتها هتنكر وهتقول ان هي ما بتعملش حاجة واثبت بقى لو تقدر تاثبت انا لازم اصرف واثبت عليها الخيانة اوه ستن plains استنى اشانة ما تفتحيش gelir انا اللي هفتح يامك فاين اوما لازم تشتلي من السوق تحت يا بابا ايه انا 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 بتاع الزبالة عندك زبالة اوي اخويا تعال ابتعويا بتاع الزبالة يا عم انت بتزنئك انا لا يا عمه يام أخ visualize يامك ابحل ايه ادي اه يا جانا ما انت يا بيت ايوة يا بابا ده عمك انتي شفت inning ي vieب كله ايوى يبابا هو وادخولي تبديق لمرتدي البعض ايه ايا باشا مالا انا بقى اخد الزغاى من هنا يا باشا بس membعملتش حاجة يا باشا اه يا باشا فايا يا باشا فايا انت بتطلبني كده ليه يا باشا اباشا باشا خالاص انا كلبى بتجي مراتي بعدين بنزل هقولك هقولك كل حاجة والنبي بس يسبني والنبي قولوا يا اخوي وانا هسجل كل حاجة اهاتقوله لا ها لاذا يا يا باشا التسجيلات دي والنبي قول يا زف ططين كنت بتجي انت وبتعمل ايه يا بشا والله العظيم والله مراتك هيا بتتصل علي كل شوية وتقول لي تعالي وخصوصا بعد ما بتنزل انت يعني من البيئ اه يعني ستك عمل فيها عشيها بقى الظبط يا بشا بس هي اللي بتتصل بيا والله واحنا على علاقة بعض يعني وكده يعني ومش عايز اوضح اكتر من كده انا جيت لها بتاع سبعة ثمان مرات بس بس هادي تعالي يا حلوة تقول عصان تكلها في الصورة تعالي يعني بس يا محشن والله العظيم انا كنت اقول لك بس انا انا والله العظيم غلطانة بس انا معاتش اعمل كده تاني والله خالص اعملي ايه ايه اولي اعملي ايه يا عايبة يا شايبة مش عارفة ان عندك بنت تحترمي نفسك البنت الوقت دي ما صرها ايه لو انا فضحتك دلوقتي وراحت ما اتقصد بشرطة وقوم خدكم تلاتنين في الوضع اللي انتو فيه ده وخلاتكو فقطه انه بزمتك بنتك يبقى موقفها ايه وسط اصحابها وجراني محترم والله مهامي كده تاني والله مهامي كده تاني يا محترم قدشت انطايا اسم تاني على لسانك وانت يا كلب امشي اطلع برا بس عشان خطر بنتي ما تتفضحش انت ما عادش لك وعاد معاني هنا في البيت تاني خالص انا هشوف واحدة ست محترمة تعترب بنتي لكن انت يا اسبالة امشي اطلع برا وقصما بالله لو فتحت بقى اوري الفيديو ده لاهلك وافضحك في الحتة كلها وعلى فكرة لا فيه طلاق ولا فيه نفقة ولا فيه اي زبط وطن على دماغك تتطلع كده من سكاته تروح زي الجزمة وتعيش في بيت اهلك وياك تفتح بقى هطلع الفيديو ووري للناس كلها واعرفهم السبب الاساسي في ان طلعتك مش ايدك امش رجلك انا ما عدتش هامل كده تاني والله ما عدت هامل كده تاني سامحت تب عشان خطر بنتي انت ما عملتش ليه خطر لبنتك من الاول واحترامت نفسي انا طلعت اكبر غلطة في حياتي وجاي عشان ينبهكم واقولكم خلي بالكم اوه عشيطان يوزكم وتفكرون اللي موضوعي بقى سهل كده ومحدش هياخد باله قطوا قدام عنيكم دايما بيتكم ووعيالكم الا انا خسرتهم دلوقتي وخسرتهم في لحظة طيشة قطوا مفكرا ان فيش حد هيعرف ولا هياخد باله لكن ربنا ربنا فوق كل شيء اتشفني وفضحني عشان انا ضلطانة واستهل ضرب الجزمة كمان